هل يشترط أن يكون الركاز من الذهب والفضة هل يشترط أن يكون الركاز من الذهب والفضة والجواب لا يشترط أن يكون الركاز من الذهب والفضة بل يخمس كل ما وجد في باطن الأرض من جوهر وذهب وفضة ورصاص ونحاس وحديد وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنبلة وهو قول قديم للإمام الشفعي استدلوا بحديث أبي مرير الذي ذكرته آنفا وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس إيه وجه الدلالة بالحديث أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس يدل على عدم اختصاص الركاز بالذهب والفضة فاسم الركاز اسم عام لكل ما دفن في الأرض ووضع في الأرض فالواجب أن يحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل طيب ما هو نصاب زكاة الركاز؟ سؤال مهم والجواب لا نصاب في زكاة الركاز انتبهوا يا إخواني ويا أخواتي لا نصاب في زكاة الركاز ومذهب الجمهور من الأحناف والملكية والحنابلة وهو قول للشافعي في القديم كما ذكرت وبهذا القول قال أكثر العلماء من القدام والمعاصرين واستدلوا بحديث أبي ورير الله ذكرته مرتين العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أي وجه الاستشار بالحديث في هذا الموضع أن عموم الحديث يدل على أنه لا فرق في وجوب الخمس في الركاز بين أن يبلغ نصابا أو دون أن يبلغ النصاب وإنما هو مال يجب فيه الخمس ويجب تخميسه فلا يعتبر له نصاب كمال الغنيمة طب مسألة أخرى مهمة متعلقة بهذا هل يشترط مرور حول في زكاة الركاز والجواب لا قد ذكرت ذلك أنفا لا يشترط مرور الحول في وجوب زكاة الركاز ولكن بمجرد تملكي والحصول عليه يجب أن تخرج فيه الخمس للحديث الذي ذكرته أنفا فعموم الحديث يدل على عدم اشترط الحول وأنه يجب إخراج الخمس من الركاز في حال استخراجك وتملكك لهذا الركاز هناك إشماع على ذلك نقل والإمام الموردي والإمام النوى والإمام البغوي والإمام العراقي والإمام ابن حجر والإمام الشوكاني وغيرهم وقاله الركاز يحصل بلا كد ولا عناء ولا تعب مال مجفون في الأرض والنماء فيه متكامل وقد ذكرت آنفا أن ما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول ما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول فإن الحول مدة محددة معينة مضروبة لتحصيل النماء في المال كزكاة المال وزكاة الفلوس وزكاة الزروع والثمار كما بينا في الدروس الماضية طيب هنا مسألة مهمة جداً ورقيقة أيضاً وفي غاية اللطافة هل مصرف زكاة الركاز هو مصرف الزكاة الأخرى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهما في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذه مصارف الزكاة الثمانية المعروفة فهل زكاة الركاز تخرج كذلك كسائر الأموال الزكوية لهذه الأصناف الثمانية والجواب لا يشترط زكاة الركاز تصرف في مصالح المسلمين ولا تختص بالأصناف الثمانية الواردة في الآيات المذكورة أنفاً وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة بل هو قول للشافعية واختيار ابن حزم وغيره هذا كلام جميل هذا في ساعة وبركة تدل بالآت التي ذكرتها آنفاً واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل قالوا الركاز في معنى الغنيمة واستدلوا بحديث أبي غرير المذكور العجماء جبار والبئو جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس كلمة أل أل خمس أل في الخمس للعهد أل للعهد أي الخمس المعهود والمعروف في الإسلام وهو خمس الغنيمة الذي يكون فيئاً ويصرى في الخدمة العامة والمصالح العامة للمسلمين هذا باختصار شديد جداً حكم زكاة الركاز